أيضاً النادي الأهلي بيخاطب اللجنة الأولمبية لوضع آلية لمراقبة الخطابات ما هو اللي تلاسعب من الشربة هينفق في زبادي يعني إيه؟ يعني أنا حضرتك خبيت عني جواب وخليت الجواب ده محدش عارف يقرأه حتى الحاجات مش عايزة الدهالي حتى المراسلات عندما أطلبت طلبة من الاتحاد المصري كرة القدم رسمياً رسمياً قعدتين 4 أو 5 ايام لغاية لما سيادة الوزير أسايد الوزير الدكتور أشرف صبح وزير الشباب بورياضة تدخل وقال لهم جماعة طلع لهم المرسلات يا جماعة مش ده اللي حصل ده اللي قاله الكابت الخطيب يعني أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابة للجنة الأولمبية المصرية تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام الاتحاد الكرة بتدول الخطابات والمعلومات بطريقة تعذز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدول الأبطال وما جرى من اتحاد كرة القدم في هذا الشأن بعدما تسلم كاف في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية وترتب على ذلك ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد ترجمة نانسي قنقر